في الفيديو ده هنشرح ازاي نعمل الماركوف تشين اكزامبل اللي احنا لسه متكلمين عنه بتاع الجامبلينج يوزنج ار اول خطوة عندنا هي اننا هكرييتا فيكتور كونتينينج الترانزيشن ماتريكس الديتا اللي عندنا هحطها في اوبجيكت بالشكل اللي احنا شايفينه ده والاوبجيكت هنا هسميه مايديتا بقى عندي دلوقتي فيكتور مايديتا ده نيوميريك فيكتور كونتينينج ممكن نشوفه كونتينينج الترانزيشن ماتريكس داتا بتاعتي في شكل فيكتور المفروض احاوله الماتريكس قبل ما اكمل فهستخدم الفنكشن ماتريكس بتاعة الار بالشكل ده بقى عندي دلوقتي ماي ترانزيشن ماتريكس دي ممكن نبص عليها بتديني المنظر اللي انا لسه عامله بايدي على المسال بتاعنا طيب هجرب دلوقتي بعد الار لما بيجي يضرب وبعد بيدروهم بالشكل ده مش بس بنستخدم بنستخدم قبلها وبعدها العلامة البرسنتج دي هنشوف الريزل دلوقتي كويس جدا يعني انا لو مثلا مبتدي ده صفر خمسة وعشرين خمسين دولار لو انا مبتدي بخمسين دولار فرصة ان انا بعد ان انا يبقى عندي خمسة وعين دولار هيبقى خمسين في المية ولو مبتدي بخمسة وعشرين دولار فرصة ان انا اخسر خمسة وعشرين دولار هيبقى خمسين في المية ازاي بنقرأ بعد كزا في طريقة تانية ان انا استخدم دي فائدتها ايه? فائدتها ان انا بس بحطه برضو بالمنظر اللي احنا شايفينه ده هنا يمكن مش هتفرق معنا لان احنا بس ضربنا بدلا ما نضرب في نفسها عملناها توزا باور تو بس احنا طبعا لو هنعمل عشرة هيبقى قدامي طريقتين اولا ان انا استخدمه زي ما احنا شايفين بالمنظر ده او ان انا بقى اا استخدم تاني واعمل بالمنظر اللي احنا شايفينه ده خلينا نبص على على الماتريكس بعد عشرة طبعا شكلها كده مش فرندلي قوي فاحنا هنعمل لها فانكشن راوند بتاعت وبتقول بعدها بتحط الماتريكس هنا يعني او بتاعك هنا وفي في الناحية دي بتحط اللي انت عايزها نشوف منظرها بقى عامل ازاي زي ما احنا شايفين بقى معمول لها بس برضو لان انا لازم معها ضحفظ ده صفر خمسة عشرين دولار خمسين دولار خمسة وابعين دولار فانا ممكن ادي آآ رو نيمز للماتريكس بتاعتي وكولم نيمز بالمنظر ده وبص عليها دلوقتي طيب الماتريكس دي نفهم منها ايه الماتريكس دي نفهم منها ان لو واحد داخل آآ يعمل جامبلينج ومعها خمسين دولار كبداية بعد عشر آآ لعبات او عشرة هلعبهم على الرولت فرصة ان هو يكسب خمسة عشرين دولار زيادة آآ آآ تلتين اللي هي اللي هي يعني سبعة وستين في المية فرصة ان هو يكسب سبعة وستين في المية ويبقى معايا خمسة سبعين دولار وفرصة ان هو يخسر ويبقى معايا آآ زيرو دولارز آآ بتبقى تلاتة وتلاتين في المية بينما هو لو مبتدي آآ الجامبلينج بتاعه بخمسة وعشرين دولار فرصة ان هو يبقى معايا زيرو دولار بعد عشر محاولات على الرولت سبعة وستين في المية وفرصة انه هو يزيد 25 دولار ويبقى معي 25 دولار 33% وبالشكل ده نقدر الى حد ما نبريدكت ايه المنظر اللي هيكون بعد 10 محاولات او 10 steps in time لو انا بتكلم على حاجة فيها steps فيها time او any number of trials يعني حسب الstep دي بتمثل بالنسبة لي ايه وحدة ولا time ولا محاولة ولا ما شابه